بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكو في أخبار الفن والفنانين كشفت رانيا يوسف عن تعرضها لمواقف صادمة في حياتها لم تستطع مواجهتها والدفاع عن نفسها مبررة ذلك بخجالها الزائد سابقا قائلة كنت بخافة أقول لا يمكن تربيتي في مدارس راهبات خلتني طلع مؤدبة زيادة عن اللزوم وأضافت إن هذه المواقف جعلت من شخصياتها أقوى من قبل قائلة بكنتش بعرف أشتم دلوقتي تعلمت شوية وكنت بتكسف لما حد يسألني لكن لسه عندي شوية خجل بحاول أحافظ عليه رانيا يوسف اسمها رانيا سيد محمد السيد يوسف ولدت في 1 ديسمبر عام 1973 وعندها بنتين هما ياسمين ونانسي حصلت على لصنس أداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة بدايتها كانت في عالم الأزياء والإعلانات أما بدايتها في الفن فكانت في مسلسل العقاب حيث قدمت دور صغير وتوالت الأعمال منها مسلسل نعتذر عن هذا الحلم وفيلم المضيفات السلاسة ومسلسل عروس البحر قدمها المخرج علي عبدالخالق بدور أكبر في فيلم الناجون من النار عام 1994 ودورها في مسلسل عائلة الحج متولي مع الفنان نور الشريف هو اللي ساهم كثيرا في انتشار اسمها شاركت رانيا يوسف في مسابقة ملكة جمال مصر عام 1997 وحصلت على مركز الوصيفة تزوجت رانيا يوسف ثلاث مرات الأولى كانت من رجل الأعمال السعودي تركي عبدالرحمن والثانية كانت من المنتج محمد مختار وأنجبت منه بنتها ياسمين ونانسي لتنفصل عنه بعد زواج دام 12 سنة ثالث ارتباط كان من رجل الأعمال المصري كريم الشبراوي والذي انفصلت عنه مؤخرا ترجمة نانسي قنقر